موسيقى نشاط لأخيري وأهم الأخبار أهلا بكم والبداية بالعنوين موسيقى سوريا تدين بأشد العبارة قيام وفد من وزارة الخارجية الفرنسية بالدخول بشكل غير مشروع إلى الأراضي السورية موسيقى منصة الغابات ومراقبة الحرائق في المتحضر من استمرار مستويات الخطورة المرتفعة للحرائق في الغابات حتى الخميس القادم موسيقى في محافظة حلب معاناة كبيرة تجبر أصحاب المحالة تجارية بسوق الهالة على الإغلاق موسيقى موسيقى أهلا بكم اعتبرت صحيفة وين شفقت تركيا أن واشنطن تعتزم إرسال 2500 جوندية وعتدا عسكري إلى شمال سوريا بذريعة التهديد المتزايد من روسيا وإيران لكن هدفها الحقيقي هو حماية حزب العمال الكردستاني وأشرت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة متذرعة بخطاب تعرضها للمضايقات والتهديدات من قبل روسيا وإيران أرسلت عشرات الشاحنات المحملة بالمعدات العسكرية إلى المنطقة موسيقى دالت سوريا بأشد العبارات قيام وفدا من وزارة الخارجية الفرنسية بدخول بشكل غير مشروع إلى الأراضي سوريا مؤكدة أن هذا السلوك انتهاك سافر لأبسط القوانين والأعراف الدولية وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمطلبين إن جمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات قيمة وفدا من وزارة الخارجية الفرنسية بالدخول بشكل غير مشروع إلى الأراضي السورية في انتهاك سافرا لأبسط القوانين والأعرف الدولية والتي تتشدق الدبلوماسية الفرنسية بها في الكثير من سياساتها وأكد المصدر أن لقاء الوفد الفرنسي التنظيمات الانفصالية العزالية يشكل انتهاك سافرا للسيادة ووحدة الأراضي السورية ويظهر مجددا الدورة الخريبي والعدائية الفرنسية المستحكمة لسوريا وشركة فرنسا الكاملة في العضوان على سوريا من خلال دعمها المجموعات الارهابية والميليشيات الانفصالية وأضاف المصدر أن سوريا تذكر الحكومة الفرنسية بأن مكافحة الإرهاب تكون بتعاون مع الدولة السورية التي واجهت هذا الإرهاب وليس بتعاون مع التنظيمات الانفصالية التي شكلت غطاء للحكومة الفرنسية ويجمعها معها هدفا واحد وهو العداء لسوريا وشعبها وانتهاك سيادتها والمسهوب وحدة أراضيها وشدد المصدر على أن سوريا تطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه السلوكيات الرعناء للحكومة الفرنسية ومطالبتها باحترام الشرعية والقوانين الدولية والاتفاة إلى مشاكلها الداخلية التي كانت حديث العالم أجمع مؤخرا خاصة تجدر سلوكيات العنصرية في أجهزتها والتي هي وليدة تفكير الاستعمارية المتأصل في الهيمنة وعقدة فقدان الوزن من خلال تبعية العمياء للسياسات الأمريكية كشف التقارير الأعلامية أن تعزيزات العسكرية التي أرسلتها واشنطن مؤخرا إلى غواعدها غير الشرعية في شبل شرق سوريا كان أبرزها الدفع الثانية من منظمة صوريخ خايمرس وذلك في إطار مواصلتها تسخين الأجواء السورية على وقع محاولاتها لتحقيق خطوة ميدانية استباقية لمنع التضييق المتوقع على وجودها العسكرية غير الشرعية في سوريا ونقلت التقارير أن واشنطن ركزت في تعزيزاتها العسكرية على ريف دير الزور الشرقي وريف الحسك الجنوبي المتداخل إداريا مع محافظة دير الزور وذلك لإعادة ضبط الحالة الأمنية كما تدعي بالريف الشرقي للمحافظة قرب قواعدها في حقلي العمر وكونيكول الغازة الواقع بريف دير الزور الشرقية والتي تعرضت لاستهدفات متكررة إلى جانب ارتباطها بالخطة الأمريكية المتعلقة بتشكيل قوة تابعة لها ونوهت التقارير إلى أن هذه الدفعة من منظومة صوريخ هاي مرسا هي الثانية التي وصلت إلى المنطقة مشيرا إلى أن الدفعة السابقة وصلت إلى حقل كونيكو نهاية شهر أيار مياه الباطئ وفي السياق حذر تحالف الفتح العراقي من نشر قوات الاحتلال الأمريكية على الحدود السورية العراقية ولفت القيادي في تحالف الفتح العراقية عدي عبدالهادي في تصريح نقلته وكالة المعلومة العراقية إلى مغبة نشر قوات أمريكية على الحدود العراقية السورية قائلا إن محاولات أمريكا إعادة انتشارها على الحدود العراقية السورية خطوة مصيرة للقلق لأنه تريد تأمين مسارات تسلل سرايا لخلايا داعش ما يستدعي الانتباه وتشديد الإجراءات خاصة في المناطق المعقدة جغرافيا يأتي ذلك في ظل التوترات الأخيرة التي تشهدها المنطقة حيث تتواصل التشهدات على خطوط التماسي في ريف دارزور الشرقي من الجيش العربي السوري وحلفائه من جهة والاحتلال الأمريكي ومليشيا قسادة من جهة ثانية ومع الاستعدادات غير المسبوقة لأي تحرك معادا على محاور التماسي رجح مصدر ميداني أن يكون هدف الاحتلال ومليشيا قسادة من وراء التحشيد لعادة فرض سيطرتهم ونفوذهم هناك لأنه لم يبقى لهم سلطة في المنطقة التي يسيطرون عليها والتي تشهد فوضى عاربة بسبب خلافات بينهم وبين ما يسمى مجلس دارزور العسكرية التابع للمليشيا ميدانياً كثف الجيش العربي السوري عمليات تمشيط البادية الشرقية من فلول لتنظيم داعش الإرهابية في البادية الشرقية في حين فرضت وحدة الجيش العاملة في قطاعي ريفي حماه وإدلب من منطقته خفض التصعيد الهدوء لليوم الثاني وأوضح مصدر ميداني غير رسمية أن الجيش فرض الهدوء الحاذرة في سهل الغاب الشمالي الغربي ومحاول التماسة في ريفي إدلبة جنوبية مشيراً إلى أن وحدات الرصد والمتابعة لم تسجل حتى ساعة أعداد هذا الخبر مساء أمس أي تحرك للإرهابيين بقطاعي ريفي حماه وإدلبة من منطقة خفض التصعيد ولا فط المصدر إلى أن الهدوء الحاذرة ساد مختلف المحاور معزياً ذلك إلى تعامل الوحدات العسكرية بغزارة النارية مع تنظيم النصر الإرهابي والمجموعات المسلحة المتحالفة معه واستهداف مواقعها ونقاط تمركزها برماية مكثفة من سلاحي المدفعيات السقيرة والصواريخة وهو ما كبدها خسائر فاتحة أما في البادية الشرقية وصلت وحدات الجيش عملياتها بتمشيط قطاعاتها من خلايا تنظيم داعش الإرهابي حسب قول المصدر الذي أوضح أن وحدات الجيش كثفت عملياتها بتمشيط بادية تدمر بريف حمصة الشرقية وبادية دير الزهورة الغربية من عناصر داعش وأشار المصدر إلى أن وحدات أخرى من الجيش تعمل على ملاحقة فلول تنظيم داعش بمنطقة أسرية غرب الرقة عقد مجلس الأمن الدولي جاسة خاصة لمناقشة رسالة دمشق التي وجهتها يوم جمع الماضي وأعلنت فيها عن منح الإذن باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدة الإنسانية أعقبها مشاورات مغلقة وذلك بعد نحو أسبوع من استخدام روسيا لحق النقد في توضد مشروع قرار غربية في مجلس الأمن الدولي ينتهك سيادة سوريا بحجة إيصال المساعدات عبر الحدود في حين عرق للغرب اعتماد مشروع قرار لوسيا يضمن وصول المساعدات بشكل حقيقي وفاعل مصادر دبلوماسية متابعة بيانت أن الاجتماع المغلق حضره منذب الدول الأعضاء في مجلس الأمن إضافة لمنذبي سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ ووكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتيني جريفاث والمنضوب التركية الوسادر لفتت إلى أن جلسة جرت لمناقشة الرسالة السورية التي واجهت يوم الجمعة الماضي إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والتي أعلنت فيها سوريا وبقرار سيادية منح الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة إذن استخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها من المدنيين في شمال غربي سوريا وذلك بتعوني وتنسيق الكامل معها ولمدة ستة أشهر بدءا من الثالث عشر من تموز أجالي أعلن المركز الوطني لزلازل عن تسجيل خمس هزات أرضية ضعيفة الشدة خلال 24 ساعة الماضية إلى ذلك تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بابتداد منخفض الموسمية الهندية السطحية المترافق بطيرات شمالية غربية شبه مدارية في طبقات الجو العليا وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو حارا صحوا بشكل عام سديميا شديد الحرارة في المناطق الشرقية وجزيرة والبادية أما رياح جنوبية إلى غربية في المنطقة الساحلية وغربية إلى الشمالية الغربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبادة نشطة أحيانا تصير الغبار في المناطق الداخلية أما البحر خفيف ارتفاع الموش حذرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق ذرمو من استمرار تأثيرا عام لأسويات خطورة الحريق المرتفعة على معظم مواقع غابات شمالية غربي سوريا حتى يوم الخمس القادم مع مشاركة لتأثير المستويات المتوسطة على مواقع الغابات القريبة من الشرق الساحلية ووضحت المنصة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن تأثيرات الموجهة الحارة لا تزال مستمرة داعية إلى الحذر من أي نشاطات قد تكون سببا في نشوب أي حريقة وبيّنت المنصة أنه يتم إعداد الخرائط في الهيئة العامة للاستشعار عن بعض بتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مديرية الحراجة والمديرية العامة للرصاد الجوية ودعت المنصة إلى عدم إشعال أي نيران وإلى الإبلاغ عن أي نار أو دخان على الأرقام المجانية 188 و113 حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 9900 ليرة للدولار الواحدة في السياق المتصل أصدر المركزي قرار يسمح بتمويل مستوردات قطاعنا الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها وفقا للأحكام التجارية الخارجية نفذ بالقرارات وتعميم ذات السلة بغاية وضعها بالاستهلاك المحلية وينهي العمل بالقرار 1070 لعام 2021 المعمول به سابقا أوضح المدير العام لشركة محروقات مصطفى حصوية أن خدمة بطاقة زائر مسبقة الدفع بالعملة الأجنبية التي أصدرتها وزارة النفط مؤخرا تمكن السوريين المغتربين وزوار العرب والأجنب القادمين إلى سوريا من تعبئة مادة البنزين أكتان 90 لألياتهم من كل محطات الوقود العامة والخاصة وأكتان 95 من محطات الوقود التي تبع هذه المادة الموجودة في المحافظات وعلى الطرق العامة وأشار حصوية إلى أنه تم توزيع بطاقة زائر في جميع فروع المصرف التجاري السورية في المنافذ الحدودية وفي جميع المحافظات وبين أنه بإمكان زائر الحصول على عدد غير محدد من البطاقات وتعبئة ألياته بمجاب البطاقة دفع واحدة أو على دفعات لافتا إلى أنه تم تسليم المصرف التجاري السوري أربعة ألاف بطاقة زائر مسبقة الدفع بالعملة الأجنبية وخلال الأيام القادمة سيتم تسليمه أربعة ألاف بطاقة أخرى ليتم بيعها للمغتربين السوريين وزوار العرب والأجنب القادمين إلى سوريا إلى ذلك أعلنت الشركة سوريا لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات عن إضافة مادة البنزين أكتان 95 على بطاقات التزويد بالبنزين لسيارات الخاصة اعتبارا من يوم غد الأربعاء وحددت الشركة وفق قرارا لها الكمية المخصصة لكل سيارة بأربعين لتران يوميا في المحافظة الواحدة مع إمكانية التزويد بكمية أربعين لتران مرة ثانية من محافظة أخرى بنفس اليوم وبسقف شهري ألف ومائتي لتر أعلن المصرف التجاري السوري أن منظومة الدفع الإلكترونية جديدة الخاصة بالمصرف في بات الجاهزة للعمل اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري وأشار المصرف لأن منظومة الدفع الإلكترونية جديدة تهدف إلى تحديث وتعزيز تحول الرقمية وترحي خدمات مصرفية إلكترونية مبتكرة بصورة أكثر فعالية وبين المصرف أنه بهدف إطلاق المنظومة سيتم إيقاف عمل الصرفات الأليا اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم غد السلطاء على أن تعاود عملها تدريجيا اعتبارا من صباح يوم الخميسة العشرين من الشهر الجاري ترجم طلاب ومدرسوا ثانوية الشهيد أيهم ديوب المهنية بحمص ما يترقونهم من تعليما في مناهجهم الدراسية على أرض الواقع من خلال تركيب منظومة طاقة كهر ضوئية لتغذية مركز الشبكات في جامعة البعث باستطاعة أربعة عشر كيلو واط نفذ طلاب ومدرسوا ثانوية الشهيد أيهم ديوب المهنية بحمص مشروع تركيب منظومة طاقة كهر ضوئية في مركز الشبكات بجامعة البعث بسبعين وعشرين لوح باستطاعة خمسمائة وخمسين واط للوح الواحد المشروع ليس الأول ويعتبر ترجمة عملية للقانون ثمان وثلاثين لعام الفين وواحد وعشرين بتحويل المدارس المهنية إلى مراكز تدريب وإنتاج طبعا المشروع هذا بقيمة مية واثنين واربعين مليون وسبعمائة ألف تقريبا مدة تنفيذه خمسة واربعين يوم الجهة المنفذة اعتملت على كادر خاص بمهندسينا والحرفيين والمهنيين موجودين بمدرسة زائد إمكانيات طلاب المدرسة المهنية هذه المجموعة تغذي أو تفيد في تغذية طبعا بالطاقة الكهربائية لمجموعة الأجهزة التي تغذي الشبكات في كلية العلوب بالجامعة تم التعاقد من قبل سنوية أيها مراشد ديوب مع جامعة البعث وقد كانت باكورة الأعمال المنفذة وفق هذا القانون من هذه السنوية في محافظة حمص عشرون طالب وأربع معلمي حرف ومهندسين شاركوا في المشروع كما سيتم توقيع أكثر من عقد مع جهات خاصة ضمن المدينة الصناعية بحسياء اشتغلنا اليوم مشروع طاقات شمسية كان مشروع كثير ضخم وحلو كثير طبعا الناس فيها لنا إفادة مادية دخلناها بسوق العمل تغيرت الظروف فورا يعني ألفة حياتنا تغريبا المشروع كان حلو كثير قلنا بتركيب طاقات كهربائية عبارة عن ثلاث مجموعات كان مجموعة ضمن تسعة ألواح منفعة مادية وخبرات عملية تعود على الطالب في الثانويات المهنية جراء تطبيق المرسوم 38 لعام 2021 والذي ساهم بدخول الطلاب بسوق العمل بشكل احترافي كند الخضر لقناة سما الفضائية حنص يعاني أصحاب المحالة التجارية في سوق الهال بحلب معاناة كبيرة نتيجة ارتفاع تكلف الضرائب عليهم ما دفع بعضهم إلى الإغلاق لعدم قدرتهم على تحمل هذه الأعباء الواهضة تجار سوق الهال في حلب غاصب أسواق المدينة ومنبع تغذيتها بخيرات البلاد ومنتجاتها الزراعية من الخضار والفواكه يعانون الأمرين في سبيل تأمين بضائعهم وجلبها إلى سوق الهال هذا دي بجي ستين محال سكروا مش هال المالية يعجوا حطوا علينا مالية من أربعة خمس أربعة ملايين خمس ملايين للإذا عش ماليون وما في قدر طيب نحن لاش المالية كلها علينا طيب وبعدهم هللا عبتحيلونا على الأربعة الحقيقة على إيش طيب على إيش عبتأخذوا علينا على إيش نحن ما نمثبتين هو بسؤول هال ما نمثبتين عندي هالمحلات هدول مسكرون قبل كل شالي من غلاء المالية وغير مالية ستين بالمئة من المحلات مسكروا في عندك ناس بيشتولوا بالأسبوع نهارين ببطلوا قبل كل شالي غلاء المالية وخسارة الرزق نحن ما عنا مزاريين تجيب لنا رزق مباشر لعنا نحن محلاتنا استثمار عنا وصولة استثمار موشرة الكتنا البلدية والمالية والكل نضافة ما عنا معوقات كثيرة تحول دون وصول البضائع إلى مدينة حلب وأعباء مالية كبيرة جعلت أغلب التجار يغلقون محلهم في سوق الهال ويتوقفون عن العمل شوفت عينيك المحلات مسكرة والله أصدر يضل وضع هكي المالية السؤال كله دي سكير ما أخرج حدا يستمر في عنا مشتغل شهرين هوني بس ما كل السنة عم تشتغل كل سؤالها شغل مواصم اللي بشتغل شهرين ثلاثة شغل حمام مسلم ثلاثة شهرين ثلاثة شغل شام شهرين ثلاثة شغل حلب شهرين ثلاثة نحن ما عنا موسم كامل السنة كلا يعتقد الأجورات وضع يزداد سوءا يوما بعد يوم ومن لم يغرق محله اليوم سيغرقه غدا لا محالة في حال استمر الحال على وضعه ولم يحرك المعنيون في دمشق ساكنا قناة سمن فضائية كنان علوش حلب الشاباء بينا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وأي المنجد خلال المؤتمرين صحفيا في ختام الورشات الحوارية التشاورية أن أهم مخرجات هذه الورشات التي حملت عنوان شمل وأقيمت في مقر الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ضرورة تفعيل المبادرات المحلية بناء على مسح حقيقي الاحتياجات على أرض الواقع مشيرا إلى أن جميع المناقشات والطروحات المطروحة ستحول إلى واقع وفق برنامجا زمني المحدد أهم المخرجات التي طلعت معنا البارحة واليوم في أربع محافظات دمشق في دمشق القنيتر اللاضيقية كان تفعيل دول المطلب كان الحقيقة مشترك من الجميع نحن عتصلنا لأن أمراء في العمال هو تفعيل مبادرات المحلية الجماعية للاستجابة بناء على مسح احتياج حقيقي على الأرض للاستجابة فورية من الوزارة تم هذا الكلام من خلال سادة مدرائش في كل من الحسكة حماو ودمشق المشكلة بالحسكة تم إطلاق مبادرة تأنيم مياه الشرك أهلا مخفى عن الجميع التعطيش التعطيش التي تم إتباع مواطنيننا بالحسكة فكانت في مبادرة والحقيقة بدأت تكسر جزئيا وضمن الإمكانات المتاحة كانت أغلب جوعيات الفاعلة في كل منطقة ساهمتها بحمار تم إطلاق مبادرة لإنارة أغلب شوارع حمار للطاقة الشمسية والطاقة البديلة كمان بجوهة جماعي من الجميع بدمشق للأسف الشديد كل ياتنا تابعنا حادثة الحريقة في شارع الثورة وصوصة الوجة والعقيبة الحمد لله ما في أضرار مشارية ما في إصابات ما في جرحة ما في شهداء الأضرار مادية وبالتالي دورنا كاستجابة لمطالب منظمات بين الهكومية واللقيام بدورنا سيدان بلدشو اجتماعي والعمل مشكورة وبدعم كامل من السيد محافظ مدينة دمشق مشكورة تم إنشاء فريق فورا على الغرض مساح الاحتياجات ولابد من إشادة بدور مختار الحي وهذا كتير مهم دائما منركز على موضوع اللامركزية ودور الأصغر الوحدات اليدارية خصوصة في الإدارة المحلية افتتحت قاعة الشيخ زايد وأبو ظبي في المكتبة المركزية بجامعات تشرين بحضور وزير التعليم العالي دكتور بسام رهيم ورئيس مفد الهلال الأحمر الإماراتية محمد خميس الكعبي فرسان التعليم هي مبادرة أطلقتها منظمة الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا والتي افتتحت خلالها في جامعة تشرين بالمكتبة المركزية قاعتين للأنترنت والأبحاث العلمية قاعة الشيخ زايد وقاعة أبو ظبي إضافة إلى ثلاثة مخابر لغوية في المعهد العالي للغات بالجامعة نحن اليوم سعيدين بافتتاح قاعتين مهمتين أي صالتين لأجهزة الحاسوب عدد الأجهزة 100 حاسوب مع كافة التجهيزات والمعدات اللازمة من شاشات العرض وأجهزة البروجيكتور والطاولات وغير ذلك التكيف وهي تقدم من منظمة الهلال الأحمر الإماراتي وهو جزء من المساعدات الإنسانية والإغاسية والطبية التي قدمها الهلال الأحمر منذ اللحظات الأولى للزلزال الذي أصاب بلدنا في 6 شباط عام 2023 مبادرة فرسال التعليم هي أحد المبادرات التي أطلقتها هي تلال الأحمر الإماراتي في الشقيقة سوريا طبعا التحول الرقمي اليوم هو تحول عالمي وكان الهدف منه أن نعيد مثل هذه القاعات إلى الخدمة بأحدث الأجهزة حتى يستفيد منها جميع طلاب الأكاديميين سواء في الباكالريوس أو الماجستير أو الدكتوراه وهي قاعتين من 7 قاعات يتم تجهيزها اليوم سنفتتع هذه القاعتين و3 قاعات في معهد اللغات القاعتان المفتتحتان بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم ورئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا محمد الكعبي تضمان 200 حاسوب متطور مع أجهز التكييف وشاشات عرض وطاولات فيما تضم المخابر اللغوية في معهد اللغات 25 حاسوب لكل مخبار هذه التجهيزات ستشكل إضافة إلى ما تمتلكه جامع التشرين من مخابر واقعات درسية وبحسية نحن نتطلع إلى الاستدامة في التعاون هذه الاستدامة هي لمصلحة الشعبين الشقيقين في سوريا والإمارات تطوير العملية التعليمية والبحثية في جامعة التشرين هو هدف ترنو إليه المبادرة التي تسعى إلى إعادة هذه القاعات إلى الخدمة بأحدث التجهيزات ولسيما في ضوء التحول الرقمي الذي أصبح تحولا عالميا في الوقت الراهن من جامعة تشرين باسم عباس قناة السماء الفضائية ختم النشرة شكرا للمتابعة ترجمة نانسي قنقر